قضاء الفاو في محافظة البصرة واحد من الأقضية التي تقف خلفه قصص كثيرة من المعاناة والمأساة حيث يشكو السكان في القضاء من انعدام الخدمات الأساسية والمعيشية هناك أكثر المواطنين نهسنا بالفاوز يعني ما كواهو أظائف عندنا يعني أكثر الناس على العيشة على البحر هذا على الزوريات على الصبورات مشاكل عندنا ضيق هنا بالمياه يعني مننا البرمال إيران إذا واحد يعبور يعني يكضونه يدونه يسجنونه يأخذون مننا قرامة فلوس يعني عندهم جرمهما يسمونه يأخذون مننا قرامة يلا يطلع السكان اتهموا الحكومة بالمسؤولية عن سوء أحوالهم المعيشية بسبب إهمالها لواحد من أهم مصادر رزقهم في القضاء مشاكل الصيادين مشاكل هواي ومسؤولة عنها هذه المشاكل الدولة لأن الدولة ما مهتمة بالصيادين ما يقولون هاي شريعة مظلومة صيادين قاعد يجيبون لنا العسماك من البحر وبهالتعب والمشاقات ما يحمون الصيادين ولا يوفرون لهم أي شيء لا وقود لا معدات صيد لا مهركات هذه كلها أفناء قلناها يا بأحمد الصيادين من دول الجوار لأن الدول الجوار اعتداءاتهم مستمرة على الصيادين يأتي هذا بعد تظاهرات ومطالبات للسكان في قضاء الفاو بإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وإنهاء التلكؤ الحكومي فيه وتشغيل العاطلين عن العمل في هذا المشروع وبهذا يبقى قضاء الفاو عنوانا كبيرا للمعاناة الإنسانية والمعيشية لسكانه